المبادئ فوق الدستورية بعدين المنتقدين إن شاء الله نشاهد معنا الدستورة نحن نفتكر أنه بعدين الحكومة المنتخبة الشرعية البنتخيبة الشعب هي اللي بتعمل الدستورة الدايم نحن نؤسس ونضع السوابت ونضع الأطور القانونية ونضع قد إذا توفقنا نضع مبادئ فوق الدستورية إذا توفقنا على ذلك كقوة سياسية مبادئ تحفظ وحدة السودان بعض أخواننا اللي تناولوا هذا الأمر تناولوا تناول سالب تحدثوا عنه وكأن هذا الاتفاق فيه ردة فيه خروج عن الملة فيه أبدا نحن كلنا نعلم أن هناك فئة محددة كانت مستفيدة من النظام السابق فئة محددة كانت تقتات من لحم الشعب السوداني من خلال ما حصلوا عليه من وظائف أو من مكاسب مادية وهم الآن يحلموا أنه ممكن تاني ترجع أو ممكن تاني يقلبوا الشعب السوداني عشان يعودوا لكن احنا بنقول هذا الأمر وهذا التغيير اللي قاده الشعب السوداني وضحه من أجله ما أظن تحصل فيه ردة ولا بتحصل فيه ردة لأن احنا كلنا مصممين ومتعهدين بأنه نمشي نعم إذن هكذا رأى البرهان المنتقدين دكتور نحن وجدنا بيانات خرج المجلس أعلى للتصوف عن تيار السوداني عن جماعة نصار السنة المحمدية المنابر ضجت في مختلف اتجاهاتها تيار مصرطة الشريعة حزب دولة القانون التنمية حركة الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطنية الحركة الإسلامية حزب مبر السلام العادل وأحزاب كثيرة حتى لقين بيان طالع حزب الاتحاد الديمقراطي وهيئة شؤون الأنصار وأيضا تحفظات من قبل حزب الأمة نفسه ولقين أيضا اعتراضات حتى من بعض الأحزاب الأخرى هؤلاء كلهم يراهم البرهان الآن من المنتفعين من النظام السابق هل يدرك البرهان ما يقول على كل أنه فيه تبسيط تبسيط للمشهد بالنسبة للبرهان وواضح جدا هو بعقلية العسكرية يتصور بأن والله الناس إنما تساهلت في موضوع التطبيع يمكنها أيضا أن تتساهل في موضوع علاقة الدين بالدولة ولكنه نسي بأن هناك فارق كبير ما بين الأمرين لأن مسألة علاقة الدين بالدولة تمسى الإنسان المواطن بشكل مباشر في شأنه اليومي بدءا من علاقاته الأسرية إلى علاقاته مع الدولة والسلطة وبالتالي لا يمكن أن يتصور أن الناس يتجاهلون هذا الموضوع ويمر النقطة الثانية وهذه صراحة تحتاج إلى قراءة للتاريخ السوداني أي جعل التاريخ السوداني متى تم وحدة الإطار السوداني في تاريخ السودان تم في الفترات الإسلامية لم يتم أصلا خالي هذا السياء لو أردت أن تقول والله رجعت إلى العهد السناري أو رجعت إلى العهد المهدي فإن الدولة السودانية بخارطتها الحالية لم تتوحد إلا في طار ديني وبالتالي هو حقيقة هذه المسألة يتجاهلها تماما في سبيل ضغط نخبوي لمجموعة محددة ضغطت هذا الضغط لتفرض إرادتها على بقية المكونات الشعب السوداني النقطة الثانية موضوع المبادئ فوق الدستورية عموما هو قضايا الدساتير إما أنه يتم انتخاب لجمعية تأسيسية مفوضة وتضع الدستور ثم يتم الاستفتاء على الدستور بعد ذلك شعبيا إما أنه والله قبل أن تبدأ يكون في المؤتمرات الدستورية لكن قبل أن يبدأ المؤتمر الدستوري تكون هناك القوة السياسية حددت القضايا التي هي محل خلاف ليتم الاستفتاء عليها يعني قضية الدين والدولة مهما توافقت الناس عليها ما دام هناك الشعب ليس كل الشعب السوداني منضوي تحت القوة السياسية هناك قطاع واسع ومن حق المواطن حتى وهو في أقاص الدنيا في السودان من حق أن يبدأ رأيه فيه في موضوع علاقة الدين بالدولة فلا يمكن أن نمرر مثل هذه القضايا من خلال هذا النوع منهم فعموما قد يكون في استفتاء على قضايا بعينها علاقة الدين بالدولة فدرالية الدولة النظام الجمهوري أو النظام البرنامي ثم إذا حسمت هذه القضايا يبدأ بعد ذلك المشرع الدستوري في صياقة ما هو متفق عليه على مستوى الدستور ثم ينزل بعد ذلك الدستور بمجمله إلى استفتاء عام ليأخذ شرائيته فعلى كل هذه القضية حتى ما يسميها هو بالمبادئ فوق الدستور لا تضعها نقبة سياسية ولا تضعها أحزاب بقدر ما هي قضايا يتم الاستفتاء عليها لتحديد مرجعيات هذا الدستور والإطار الذي تعمل فيه هذه القوى التي تريد أن تتفق على الدستور فهذا اللي الواحد يقوله حقيقة فيه موضوع على الدستور